السلام عليكم، هنبدأ مع بعض تاني محاضرة من البايزيك كونسبس اف ميديسينال كامستري المحاضرة اللي فاتت بدأنا في الفاكتورز افكتين فارماكو كيناتك فيز النهاردة هناخد بقية الفاكتورز وحنتكلم عن الابتمايزيشن اف فارماكو كيناتك فيز كمان هنبدأ في الفارماكو دايناميك فيز هناخد فيها ثيريز اف دراج ريسابتر انتر اكشن فورسز انفورفد ان دراج ريسابتر انتر اكشن والفاكتورز افكتين فارماكو دايناميك فيز قبل ما نتكلم في بقية الفاكتورز الافكتين فارماكو كيناتك فيز هفكركم سريعا او هقول important remarks عن الفارماكو كيناتك فيز اللي احنا قناها المحاضرة اللي فاتت الفارماكو كيناتك فيز it is the study of what the body does to the drug والفيز دي بيبقى فيها drug absorption distribution metabolism and elimination بقول عليها add me والmejor goal of this phase is the bio-appability of the drug يعني the availability of the drug at the site of action اتكلمنا عن الكاركتوريستيكس المفود تكون موودة في الدراج عشان يقدر يروح للtarget tissue او site of action ويدي response ان الدراج لازم يكون soluble in and transported by the body fluids pass various membrane barriers escape excessive distribution into inner tissues resist metabolism penetrate the site of action and interact to give the action these characteristics بتعتمد على الفيزيكو كاميكال بروبرتز بتاعة الدراج وبتاعة البايولوجيك سيستيمز ومفروض ان انا بغير في الفيزيكو كاميكال بروبرتز بتاعة الدراج عشان تقدر ان هي تروح للtarget tissue لكن مش هينفع اغير في الفيزيكو كاميكال بروبرتز بتاعة البيولوجيك سيستيم دي بتبقى fixed and complex ايه هي الفاكتورز الافكتنج فرماكو كايناتيك فيز او ايه هي الفيزيكو كاميكال بروبرتز بتاعة الدراج اللي بتأثر على الفرماكو كايناتيك فيز هي المرة اللي فاتت بدأنا في السوليبيريتي وعرفنا ازاي نعمل production الووتر سوليبيرتي بتاعة الدراج عن طريق ان انا بشوف الهايدوجين bonding والاين ديبول bonding وانا ان الدراج لازم يكون عنده balance between لابد and water solubility تاني فاكتور بيأثر على الفرماكو كايناتيك فيز هو الpartition coefficient it is a measure of the partition or differential solubility of a substance between a labid and water it is defined as the concentration ratio of a compound as neutral molecule in an immiscible solvent and an aqueous phase at equilibrium partition coefficient is symbolized by pc or b يعني الpartition coefficient ده بيقيس فرق الدوابين بتاع الدراج بس وهو neutral molecule يعني an ionized drug ما بين الorganic phase او اللي هي البت فيز and الاكويس فيز بمعنى ان انا بجيب الorganic phase لازم تكون immiscible مع الووتر وبحط عليها الووتر فبيبع عندي two phases وابتدي احط الدراج الدراج هيعمل partitioning between the two phases هستنى لحد الاكوليبريم وبعد كده هبتدي يقيس الconcentration بتاع الدراج في الorganic phase واقيس الconcentration بتاع الدراج في الاكويس فيز ساعتها حارف قد ايه من الدراج ديب في الاكويس فيز وقد ايه من الدراج ديب في الاكويس فيز والبي سي بيتحسب concentration of drug in organic solution زي الاكتانول على concentration of drug in aqueous solution log p or log partition coefficient is a constant for any molecule log p بيديني indication هل الكمباوند بتاعي ده هيدروفيلك ولا لايبوفيلك ازاي لو الlog p عنده negative value ده معنى ان الكمباوند عنده higher affinity يعني كمية الدراج اللي ديبت في الاكويس فيز اعلى من كمية الدراج اللي ديبت في الاورجانيك فيز اعلى من اللي ديب في الاكويس فيز فمعنى كده ان الدراج بتاعي ده مور لايبوفيلك لو الlog p value equals to zero ده معنى ان الكمباوند is equally partitioned between the two phases بيبقى صعب ان الpartition coefficient يتحسب in living system so it is determined in vitro using an octanol as the libit phase and phosphate buffer اللي عنده pH بتسوي 7.4 as the aqueous phase اختيار الorganic phase او الليبت phase بيعتمد على site of absorption او التارجي تشو an octanol phosphate buffer system ده اكتر سيستم بيستخدم وبيكون suitable for drugs absorbed in GIT olive oil phosphate buffer system is used for drugs crossing the blood brain barrier a blood brain barrier بيكون مور لايبوفيلك عن ال GIT فساعتها بيستخدم مور لايبوفيلك organic phase عن الان octanol زي ال olive oil chloro form phosphate buffer system بيكون suitable for buccal absorption فحارة البucal absorption ببقى محتاج organic phase لس لايبوفيلك عن الان octanol زي الكلوروفور ايه هي اهمية اللوغ بي values in drug design اللوغ بي value بيبقى مهمة جدا في الدراج ديزاين لان هو بيعمل indication الليبوفيليسيتي بتاعة الكمباوند وكمان بيعمل indication soliability and permeability of the compound يعني هل الكمباوند هيكون soluble in and easily transported by body fluids ويوصل للsite of absorption طب هل هيعمل penetration للمembrane barriers بتاعة site of absorption وكمان هل هيقدر يعمل penetration ويوصل للمembrane barriers ويوصل لتارجت تشو اوقيت بيبقى فيه certain لغ بي values required for optimum penetration and absorption therefore in drug design we calculate in advance the partition coefficients بتاعة الكمباوند يعني ممكن اعمل determination او اعمل calculation the partition coefficient بتاعة الكمباوند من قبل ما اعمل له synthesis وده ما اعمله theoretically each atom is assumed to contribute a fixed value to the molecule's partition coefficient يعني كل atom موجود في ال structure بتاع الكمباوند بتاعي بيعمل contribution بfixed value للoverall partition coefficient وده بسميه الليبوفيلك او الhydrophobic substituent constant الليبوفيلك hydrophobic substituent constant by value ده باستخدمه عشان احسب اللغ بي value بتاعة الكمباوند theoretically هو اصلا بيتحسب ازاي عن طريق measuring the partition coefficients of a standard compound with and without a substituent يعني انا دلوقتي هجيب standard compound وعليه substituent معينة مثلا x substituent وابتدي احسب الpartition coefficient بتاعة الكمباوند وححسب الpartition coefficient بتاعة الكمباوند من غير ما يكون عليه substituent x بحسب الhydrophobicity constant بتاعة السبستituent x عن طريق ان انا بجيب difference between log bx and log bh والbx هو الpartition coefficient بتاعة السبستituted compound والbh هو الpartition coefficient بتاعة الstandard compound hydrophobic substituent constant is a measure of how a substituent is hydrophobic relative to hydrogen positive value of by indicates that the substituent is more hydrophobic than hydrogen عشان الby x يكون عندها positive value معنى كده ان log bx اعلى من log bh يبقى معنى كده ان وجود السبستيتونت دي زودت log b بتاعة الكمباوند يعني زودت الhydrophobicity بتاعة الكمباوند while a negative value indicates that the substituent is less hydrophobic than hydrogen ليه؟ لان معنى كده عشان الby x يكون عندها negative value لازم تكون log b h هي الاعلى يعني وجود السبستيتونت قللت log b بتاعة الكمباوند ازاي باستخدم الhydrophobic substituent constant في حساب log b values بتاعة الكمباوند وازاي باشوف تأثير السبستيتونت على الhypophilicity او الhydrophobicity بتاعة الكمباوند عندي اجزامبل هيوضح الكلام ده log b value for benzene equals to 2.13 bi constant value for chlorine atom equals to 0.71 bi constant value for primary amide equals to negative 1.49 لو عايز احسب log b value for chloro benzene هعمل ايه؟ هجمع log b value بتاعة البنزين مع الby constant value بتاعة الكلورين atom هتديني 2.84 معنى كده ان وجود الكلورين atom زودت log b value بتاعة البنزين يعني زودت الhydrophobicity بتاعة البنزين لو عايز احسب log b value for benzene حاجمع log b value بتاعة البنزين مع الby constant value بتاعة الprimary amide هتديني 0.64 معنى كده ان log b value بتاعة البنزامide اقل بكتير من log b value بتاعة البنزين معنى كده ان وجود الprimary amide group قللت الليبوفيليسيتي او قللت الhydrophobicity بتاعة البنزين طب ان كيس بقى ان انا عندي اكتر من سبستيتوينت هعمل ايه لو انا عايز احسب log b value بتاعة الباركلورو بنزامide حاجمع log b value بتاعة البنزين مع الby constant value بتاعة الكلورين atom مع الby constant value بتاعة البرايمري amide group وهتديني 1.35 يعني معنى كده رغم ان الكلورين atom كان بيزود الليبوفيليسيتي والبرايمري amide بتقلل الليبوفيليسيتي الoverall بتاعة الباركلورو بنزامide ان هو عنده ديبوفيليسيتي اقل او عنده هيدوفيليسيتي اقل من البنزين اخر رمارك جوز الpartition coefficient لازم دكون عارفين ان only drugs that are lipid soluble or have a transport system can cross the blood brain barrier and reach therapeutic concentrations in brain tissue يعني لازم الدراج عشان يعدل blood brain barrier لازم يكون lipid soluble عندي هنا انتهيستامينيك دروكس عشان نجيه بصح انا هنبص على الchemical structure ونشوف اني واحد فيهم هيكون more lipophilic عن التاني فالاجابة هتكون تيرفيندين تيرفيندين ده more lipophilic عن الفيكسوفيندين وجود الكاربوكسيلك جروب في الفيكسوفيندين الليلة الليبوفيليسيتي وبالتالي هتقلل فرصته ان هو يعدل blood brain barrier ويعمل sedation دالت فاكتور بيأثر على الفرماكو كينيتك فيز هو الدراج ايونيزيشن most drugs are either weak acids or weak basis يعني بيحصلها ايونيزيشن وبتكون موجودة في الايونيزد and un-aionized form the un-aionized form of the drug او الانتشارجد form of the drug بتكون more lipophilic وهو ده اللي بيكون diffusible form and can penetrate most membrane barriers لكن الايونيزد form او الشارجد form بتاعت الدراج بتكون more water soluble فبتبقى less likely to penetrate membrane barriers or less likely to be absorbed the degree of ionization بتاعت الدراج بتعتمد على pka بتاعت الدراج وبتعتمد على ph بتاعت الباضي فليويد in which they are dissolved عندي different body fluids فعندها different phs مثلاً الph بتاعت البلازمة بتبقى neutral equal to 7.4 لكن الph بتاعت الجاستريك جوس بتبقى acidic الph value بتاعتها from 1 to 3 الpka بتاعت الدراج هي الph اللي بيحصل عندها 50% ionization الدراج يعني بيكون فيه balance between الionized and unionized form strong acids and bases are completely ionizable and have no pka values pka and absorption from git ph partition hypothesis this theory assumed that weakly basic drugs would be absorbed better from the intestine عشان ما بيكونش عندها highly acidic ph rather than the stomach بيكون عندها highly acidic ph equals to 1 في ال stomach هيحصلها proteination هتبقى ionized وهتبقى trapped inside the stomach the absorption process obeys law of mass action in practice most drugs are absorbed from the intestine irrespective of their degree of ionization because the small intestine is long and has a large surface area provided by the microbioli and well perfused with blood partition of drugs into body fat neutral fat constitutes from 20 to 50% of body weight في المحاضرة اللي فاتت عرفنا ان الدراج لما بيوصل البلاد ستريم وبيحصله distribution ان ممكن جزء منه يروح يعمل binding مع inner tissues زي البادي فات وساعتها الconcentration اللي حيوصل للtarget tissue أو site of action حيقل انهي drugs بتعمل binding مع البادي فات drugs with high partition coefficient tend to concentrate in the inert depot and prevented import from reaching the site of action يعني الدراج اللي بيكون عندها high lipid solubility بيكون عندها tendency ان هي تعمل binding مع البادي فات وبتكون reversible complex بس ساعتها بعتبر ان الفات دي is a site of loss for the drug lipid solubility is of value in case of the ultra short acting barbiturate thiopentyl وحنعرف لي thiopentyl exists in two molecular forms enol form and keto form الénol form هي البتكون الionized أو الcharged form والketo form هي الانionized أو الانcharged form pka of thiopentyl is 7.55 يعني هي قريبة جدا من الph بتاعة البلازمة pH بتاعة البلازمة equals to 7.4 so nearly 50% of thiopentyl is ionized in plasma it has rapid onset of action and ultra short duration of action ليه بيكون عندها rapid onset and ultra short duration of action وإيه علاقة الليبد solubility بتاعة thiopentyl بالرابد onset and ultra short duration of action it has a rapid onset of action inducing anesthesia within 20 seconds due to its highly lipid solubility يعني هو highly lipid soluble فحيعدي بسرعة البلود برين باريير ويوصل للCNS ويدي الإفكت other unionized molecules partition into the body fat where they are stored وبيحصل له أصلا 50% ionization في البلازمة فشوية من الionized molecules دول حتروح للCNS وتدي الإفكت وباقي الunionized molecules بيبيرفير إنه هو يحصل له accumulation في البادي فات بردو due to its high lipid solubility it has an ultra short duration of action lasting for 5 to 10 minutes ل due to its redistribution away from CNS towards muscle and fat tissue the concentration of thiopentil is decreased in the plasma below the level necessary to maintain anesthesia due to metabolism يعني كمان الجزء اللي بيبقى باقي من الدرق في البلازمة بيحصل له metabolism the drug the drug then slowly diffuses back out of the tissue depot to the circulation الدرق اللي عام البايندين مع البادي فات أو مع الفات بتبقى أصلا reversible binding فيبتدي يرجع تاني ليه الcirculation بس بيكون in a concentration too low to produce anesthetic effect وعشان كده أنا باعتبر إن البايندين مع البادي فات أو الستورج في البادي فات دي site of loss of the drug اتكلمنا عن distribution of drug للفات tissue يعني بيعمل بايندين مع الفات كمان في حيجة اسمه protein binding in systemic circulation the drug may stay free in solution or a part may form a complex with بلازمة بروتين من البوم يعني الدرق بيبتدي يعمل binding مع plasma protein ويعمل complex بس البايندين ده بيكون reversible binding drug molecules bound to plasma protein are pharmacologically inactive ليه لأن large size بتاع الكم بيمنعه من أنه يعدي through the small openings in capillary walls ويوصل لل site of action metabolism and excretion only the free or unbound portion of a drug acts on body cells يعني بس الunbound portion هي اللي هيحصلها distribution وتوصل ليه al sites of action protein binding allows part of a drug those to be stored and released as needed يعني يعني اوقات البروتين binding ده بيكون ليه اهمية او بيكون favorable في حالة لو انا عايزة تساود duration of action بتاعة الدراج بيكون الجزء اللي عام ال binding ده over time بيحصل له release بس المرة دي بيكون ال بيوصل لل بيكون enough انه يعمل therapeutic effect ion trapping a process of accumulation of drug ions on a side of a membrane بيحصل لها ionization وال ions دي بيحصل لها accumulation on a side of a membrane بتحصل امت لما ال-pH بتاع ال-environment او ال-body fluid and pka of the drug favor drug ionization ion trapping is induced by a body fluid that has a pH different from that of blood like milk vaginal and prostatic secretion and fetus circulation القاعدة عندي ان ال-basic drugs accumulate in acidic fluids حيحصل لها protein حيحصل لها ionization وتعمل accumulation في acidic fluids والعكس ال-acidic drugs accumulate in basic fluids حيحصل لها ionization و trapping في basic fluids ion trapping ممكن يكون لها advantage for example ketoconazole is used to manage vaginal fungal infection in pre-menopausal patients لي لأن ketoconazole weak basic drug pka value equals to 6.4 والbh في حالة pre-menopausal patients equals 2.4 يعني بتكون acidic معنى كده ان drug becomes protonated trapped and kept in vaginal secretions for a long period of time وده هيزود اللوكل effect بتاعة الكتو kinazole لكن في disadvantage لل ion trapping زي اليوز اليوز of ketoconazole في حرة post-menopausal patients لي لأن بيكون pH بتاعة الvaginal secretions equals to 7 فمعنى كده ان المجاريتي of ketoconazole molecules are neutral and can be absorbed into the vaginal wall so the local effect of the drug is decreased اخر حجف جز الدرگ ionization في عندي important remark milk عندو pH of about 6.5 to 6.8 والp of plasma equals to 7.4 معنى كده ان الوك basic drugs will reach higher concentrations in milk than in plasma ليه لان هو pH بتاعة milk slightly acidic فهيحصل لها proteination and trapping inside the milk while organic acids will be at lower concentration اخر فاكتور بيأثر على الformacokinetic phase هو chemical and metabolic stability في drugs بيكون عندها chemical labile function groups دي بيحصل ها hydrolysis في stomach او بيحصل لها rapid metabolism into active or inactive metabolites examples على الدراج اللي بيحصل له hydrolysis in the stomach زي المثينا مين بيحصل له hydrolysis في acidic pH أقل من 5.5 ويدي antibacterial formaldehyde تاني example هو penicillin البيتالكتام ring بتاعة penicillin بتكون labile in the stomach فبيحصل لها ring opening and in activation في acidic medium examples على الميتابوليك instability the methyl group in the anti diabetic drug tolbutamide is easily oxidized to carboxylic acid وده بيكون inactive metabolite وعشان كده الدراج can be quickly eliminated كمان the catechol mighty of beta adrenergic agonized drug isoprenarine is rapidly metabolized and inactivated by com t enzyme واحد من hydroxyl group بتاعة catechol mighty بيحصل لها rapid metabolism او بيحصل لها inactivation by catechol o methyl transpharase enzyme وبيدي المethyl ether derivative اللي بيكون inactive metabolite عشان كده الدراج بيكون عنده short معنى كده ان انا عشان ازود الكاميكل او الميتاباليك stability بتاعة الدراج لازم اشوف ايه هي البايل او susceptible groups واشوف ازاي ممكن اغيرها او ازاي اعمل لها protection كده احنا هنكون خلصنا الفاكتور the affecting pharmacokinetic phase drug likeness metrics or drug likeness measures بعد ما شفنا ان الفيزيكو chemical properties بتاعة الدراج بتأثر على الفرماكو kinetic phase طيب ايه هي الفيزيكو chemical properties بتاعة compound او ايه هي optimum values بتاعة الفيزيكو chemical properties اللي تسمح للcompound ده ان انا اقول عليه drug like molecule فيه scientist اسمه لبنسكي حط rule اسمه لبنسكي rule of 5 او simply معروف باسم rule of 5 الرول ده يستخدم to evaluate drug likeness properties بتاعة الcompound يعني هل الفيزيكو chemical properties بتاعة الcompound بتسمح ان هو يكون orally active drug ولا لا يعني حيبع عنده good pharmacokinetic profile ولا لا لبنسكي rule of 5 states that most drug like molecules have log b value equals or less than 5 molecular weight equals or less than 500 دولتن number of hydrogen bond acceptors equals or less than 10 and number of hydrogen bond donors equals or less than 5 ولو بصينا على الvalues دي حنلاقي ان هي كلها عبارة كده هو اسم rule of 5 ايه فايدة الليبنسكي rule of 5 ان compounds which obey الليبنسك rule of 5 should theoretically present good oral absorption يعني الcompounds اللي بتغضع او بتتوافق مع الليبنسكي rule of 5 مفوض theoretically تكون orally active drug لبنسك rule of 5 has been widely used in drug design programs ليل ان انا بعمل بفلتريشن بشوف any compounds اللي عندها physical chemical properties تخليها تكون orally active drug او عندها drug likeness properties وهي دي اللي انا بعملها further development most orally active drugs obey the rules in lepiniski's rule of 5 وهنا بقول most not all في orally active drugs don't obey the rule of 5 و ممكن تعمل breaking لrule او اكتر in lepiniski's rule of 5 وبتكون orally active such as aturvastatin therefore it is better to view lepiniski's rules as a set of guidelines rather than rules lepiniski himself stated that a compound was likely to be orally active as long as it didn't break more than one of his rules يعني lepiniski نفسه اللي هو حطت rule of 5 قال ان ممكن الكمpound يعمل one violation او ممكن يكون بيعمل breaking one من الرules بتاعته يبقى still orally active physical chemical properties بتاعت الكمpounds can be predicted or can be calculated using online websites بيبقى فيه websites such as small inspiration بيقدر يحسب الفيزيكو chemical properties بتاعت الكمpound عن طريق انه بدخل الستركشور على الان online ويبتدي هو ب certain equations و algorithms يحسب الفيزيكو chemical properties وكمان بيوضح حال الكمpound obeying lepiniski rule of 5 ولا لأ عن طريق انه بيوضح number of violations هنا عندي الاتورفستاتن اللي هو الانتي hyper lipidemic drug ده بيعمل violation للي lepiniski rule of 5 بي طول لانه عنده log b value اعلى من 5 و من 500 دولتن وده ورده بيبين انه ممكن يعمل violation lepiniski rule of 5 ويبقى still orally active عندي example تاني على orally active drug بس ده بيعمل obeying lepiniski rule of 5 هو tall butamide دخلت structure بتاعه وبيين ان number of violation is zero يبقى هو obeying lepiniski rule of 5 optimization of pharmacokinetic phase بحسن pharmacokinetic phase through molecular modification بيكون من عن طريق optimization of lipofilic hydrophilic balance يعني ما يكون الكمباوند بتاعي to lipofilic أو hydrophilic وان انا بعمل reducing the biodegradation يعني بخلي الكمباوند بتاعي يكون chemically or metabolically stable optimization of lipofilic hydrophilic balance ده بيعتمد على البولاريتي بتاعة الدراج بتاعي هل الدراج بتاعي ده highly polar drug ولا highly non polar drug يعني انا عايزة زود lipofilicity ولا عايزة زود hydrophilicity بعمل ايه بزود الليpofilicity أو بقلل الhydrophilicity عن طريق certain structural modifications ممكن تكون ايه ممكن يكون introduction of a new substituent بيكون more lipofilic زي المethyl والإسايل والايزوبروفيل خلورين خلورين tri-chloro methyl or sulfur أو عن طريق increasing number of methylene groups in chains and rings ممكن عن طريق increasing the degree of saturation ده لو انا عندي double او triple bonds esterification of carboxylic or an alcoholic group او بشيل polar group لو هي مش involved in binding to the target وطبعا بعمل العكس في حالة highly non-polar drop reducing biodegradation لازم اكون عارف ايه هي susceptible او labile functional group اللي بتخلي الcompound بتاعي chemically or metabolically unstable وقلل الbiodegradation عن طريق structural modification ممكن يكون عن طريق removing or rechanging susceptible group for example replacing methyl group of tall butamide with chlorine atom ادتني chloropropamide وده بيكون metabolically stable وعنده long duration of action ممكن اقلل الbiodegradation عن طريق group shift for example shifting one hydroxyl group of the catechol mighty of isoprenaline out of the ring by one carbon atom as in salt butamol هتخلي salt butamol unrecognizable by comt enzyme فهتكون metabolically stable ممكن كمان اقلل الbiodegradation عن طريق استخدام sentry drugs sentry drugs بتعمل protection للمain drugs the administration of a second drug along with the main drug in order to antagonize an enzyme that attacks the main drug يعني sentry drugs دي ملهاش pharmacological effect لأنا بستخدمها عشان تعمل inhibition لالانزيم اللي ممكن يكسر المain drug بتاعي واكزامبل شهير هو مع الpenicillin زي الاموكسسلين بيبقى موجود في الاوجمانتين ده حيعمل ايه الكلافيولين اكسد ده حيعمل irreversible binding مع البيتالكتميز انزيم وبالتالي حيمنع البيتالكتميز من هو يعمل اتاك على البيتالكتم رينج بتاعة الاموكسسلين فكده ان هزود الاكتيبيتي او حمنع الان اكتيبيشن بتاعة الاموكسسلين كده نكون خلصنا الفرماكو كينيتك فيز وحنبدأ في الفرماكو ديناميك فيز فرماكو ديناميك فيز هي الستادي of what the drug does to the body or it is the pharmacological effect of the drug it involves binding of the drug to its target site او receptor وده بيعتمد على الستركش بتاعة الدراج and its physical chemical properties يعني بعد ما الدراج وصل للtarget tissue هل حيقدر يعمل binding مع receptor ولو عمل binding مع receptor هل حيقدر يدي response ولا لا for maximum activity the structure of the drug or its pharmacophore should be complementary to the receptor يعني لازم تكون الفرماكو فور لها function groups complementary to the function groups الموجودة على receptor عشان يقدر يعمل binding ايه هو receptor او بيبقى small reactive area of a micro molecule ويبقى protein in nature the receptor may be a site on enzyme nucleic acid or a cell membrane some receptors are located within the cell and their chemical messengers must pass through the cell membrane in order to reach them و ساعت بتكون المessengers دي لازم تكون فيتي in character يعني بتكون lipophilic عشان تقدر تعدي المembrane barrier for example زي الستeroid hormones مثل الاستrogen و الاستrogen receptors in many cases receptors for natural ligands يعني hormones أو neurotransmitters هي بتكون نفسها الرseptors بتاعت الدرugs for example synthetic corticosteroids binds to the same receptors of cortisone and hydrocortisone drugs are classified according to the response they illicit يعني على حسب الرesponse البد drug با simuli agonist antagonist والagonist بيتقسم full agonist and partial agonist ايه الفرق ما بينهم agonist هو الدراج اللي بيعمل binding مع receptor ويعمله activation يعني بيعمل binding مع receptor وبيدي response على حسب الرesponse ده بيتقسم full agonist and partial agonist full agonist ده بيدي maximal biological response partial agonist بيدي partial response يعني ايه يعني بيدي response بس بيكون أقل من full agonist antagonist ده drug بيعمل binding مع receptor بس ما بيدي اي response ده هو بيعمل blocking للري receptor ده وبيمنع اوقات agonist من ان هو يعمل binding مع الري receptor فبيعمل activation للري receptor example على antagonist هو enzyme inhibitors الفجر الفجر ده بيوضح الفرق ما بين full agonist partial agonist and antagonist عندي receptor بيكون فيه active site natural neurotransmitter بيعمل binding مع active site وبيدي pharmacological response لو الدراج بتاعي agonist بيعمل binding مع the same active site وبيدي pharmacological response يعني بيكون شبه neurotransmitter الantagonist بيعمل binding برضو مع the same active site لكن ما بيدي pharmacological response وبيعمل activation receptor لو الدراج بتاعي full agonist بيعمل بيعمل completely fitting على receptor active site وبيدي maximum response لو الدراج بتاعي partial agonist هو بيعمل fitting على receptor active site بس بيعمل partial fitting مش زي full agonist وبيدي response اقل من full agonist لو الدراج بتاعي antagonist بيروح على active site ويعمل binding أو occupation ل active site وبيمنع وصول agonist لل active site يعني مش بيخلي agonist يدخل يعمل binding على active site عشان هو عمل ه blocking يبقى معنى كده هو عمل in activation ده receptor ومش بيدي اي response اول اول حاجة الا اول بتقول ان drug effect is directly proportional to the number of receptors occupied كلما عدد ال receptors occupied بتزيد كلما drug effect بتزيد The effect stops when drug receptor complex dissociates هو drug receptor complex او binding between drug and receptor ده بيكون reversible فاكيد after يعني sometime بيبتدي يحصل dissociation معنى كده ان effect stops limitation بتاعت the theory دي ان doesn't account for partial effects since not all agonists produce a maximal effect يعني هنا هي مش بتعرف partial agonists لان ممكن يكون في partial agonists بيعمل occupation لعدد من receptors اكتر كمان من full agonists لكن هو مش هيدي maximal response and stevenson theory they introduced the terms affinity and intrinsic activity or efficacy الفرق ما بينهم affinity is the ability of the drug to combine with receptor to produce a drug receptor complex intrinsic activity or efficacy هي ability of drug receptor complex to initiate a response يعني هل drug receptor complex دي كون ده حي قدر يدي response ولا لا affinity is governed by the law of mass action drug بيعمل binding مع receptor وبيدي drug receptor complex لحد ما يوصل ليه الإكليبrium الكي on the rate of association والكي off the rate of dissociation الكي d the dissociation constant بيسوي الكي off على الكي on يعني rate of dissociation على rate of association add equilibrium if the drug receptor interaction favors binding يعني عنده high affinity الكي on would be large والكي off would be small معنى كده ان الكي دي will be numerically small والعكس صحيح لو الباين ding was not favored يعني عنده low affinity معنى كده ان الكي off هي اللي هتكون large والكي on هتكون small والكي دي will be numerically large يما معنى كده لو انا قرنت الكي دي بتاعة الدراج هارف هي عندها high affinity ولا low affinity لو الكي دي كان numerically small معنى كده ان الدراج ده of high affinity ولو كان الكي دي numerically large معنى كده ان الدراج ده عنده low affinity according to the theory ايهو تعريف ال agonist وال partial agonist وال antagonist ال agonist is a drug with high affinity and high intrinsic activity partial agonist is a drug with favorable affinity and partial intrinsic activity antagonist is a drug with high affinity and no intrinsic activity induced fit theory theory d states that when the drug approaches the receptor يعني لما الدراج بيقرب من receptor the receptor alters the confirmation of its binding site يعني شكل البinding site او ال active site بتاع ال receptor بيتغير عشان يقدر substrate او الدراج يعمل binding معه ويكون الدراج receptor complex هنا حالي ان الشكل ال active site اتغير عشان يقدر يعمل binding مع الدراج the drug also changes its confirmation يعني الدراج برضو بيكون عنده flexible مش rigid structure بيحصل له confirmation ويتغير the drug receptor interaction is reversible in most cases بمعنى ان بيحصل confirmation change على active site عشان يقدر يعمل binding مع الدراج ويكون drug receptor complex بعد كده بيحصل confirmation change تاني ويرجع الدراج receptor complex ده يدفك خلاص ما بقاش fitting عليه ال confirmation change دي هي الانشيات الانشيات pharmacological response فيديو ده بيوضح الانديوز في التيري ان ازاي بيحصل confirmation change لل active site عشان يكون الدراج receptor complex bonds ايه انواع البونز اللي بتتكون between drug and receptor ممكن تكون irreversible او reversible bonds ومعنى ان هو irreversible bond يعني البوند ده مش بيكسر مش بيسمح بالdissociation of drug receptor complex وده بيكون the strongest bond بتكون easily broken down ويبتسمح بالdissociation of drug receptor complex reversible bonds في منها كذا نوع منها الionic bond وده يعني الدراج بتاع بيكون عنده ionizable group ممكن تكون basic group او acidic group بيعمل bond مع opposite charged ion موجود في active site بتاع receptor في عندي hydrogen bond وده بيكون between hydrogen bond donor and hydrogen bond acceptor كمان في حاجة اسمع ion dipole او dipole dipole bond dipole ده اصلا بيكون نتيجة ايه نتيجة higher electron negativity of atoms such as oxygen sulfur nitrogen relative to carbon فبيحصل asymmetric distribution electron وبيكون عندي partial negative and partial positive charge وعشان كده بسميه dipole لو dipole ده بيعمل bond مع ion فده بسميه ion dipole يعني مثلا الدراج بتاعي عنده هنا كتين بيعمل bonding مع complementary dipole الموجود في active site بتاع receptor لو الدراج بتاعي اصلا عنده dipole وبيعمل bond مع complementary dipole في receptor فده بسميه dipole dipole bond van der valz bond دي بتكون very weak bond بتكون between two uncharged atoms لما الاتمز بتقرب من بعض بيبتدي يحصل some sort of polarization وبيكون van der valz interaction بس بتكون very weak وده ممكن ألاقيه between two aliphatic groups او ممكن between two aromatic rings between phenyl and phenyl ring الفجر ده بيوضح الباين بتاعت الدراج into the active site of a receptor ال active site بتاع receptor ده بيكون من amino acids لان اصلا ال receptor ده protein in nature وال amino acid z بتكون عندها function group بتعمل binding مع الدراج الدراج هنا عمل binding بأكتر من reversible bond هي اصلا يعني لو reversible bond واحدة دي هتكون ضعيفة جدا وطبعا هيكون dissociation بتاعت drug receptor complex عالية لكن دايما الدراج بيعمل binding في receptor بأكتر من reversible bond فالصم فالصم these bonds او ال sum of forces involved in drug receptor interactions دي بتديني significant force of attraction او بتزود البinding strength هنا الدراج عمل binding by three hydrogen bonding هنا ال hydroxyl groups acting as hydrogen bond acceptor وهنا الhydroxyl group acting as hydrogen bond donor كمان الدراج عنده basic group حصل proteination والديتني كتين والكتين ده عامل ionic bond مع anine موجود في receptor كمان هنا فيه عندي interaction between two uncharged atoms فده بسميه van der val's bond وهنا كمان فيه تاني van der val's bond الإجزامبل ده بيوضح الirreversible covalent bond penicillin acylates the trans peptidase enzyme of the bacteria forming covalent bond والcovalent bond ده بيكون irreversible bond يعني drug complex مش بيحصل dissociation drug complex اللي بيكون أصلا بيكون stable complex factors affecting pharmacodynamic phase إيه هي الفاكتور اللي بتأثر على البinding بتاعت الدراج مع الرسепتور أو بتأثر على pharmacological effect بتاعت الدراج electronic distribution interatomic distance stereochemical aspects of drugs isostrism and bio isostrism أول فاكتور هو electronic distribution in local anesthetic the higher the electron density on the oxygen carbonyl the greater is the binding force to the receptor and the higher will be the response يعني كل ما الالكترون density هنا بتزيد على الأكسجن بتاعت الكربonyl group كل ما البinding force مع الرسепتور حتبتدي تزيد ويعني الافينيتي حتزيد والresponse حيزيد طيب إيه اللي ممكن يقول لي إن الالكترون density حتزيد أو حتقل على الأكسجن هي الـ substituent أو الر group اللي موجودة في الـ paraposition بتاعت الفنايل ring لو الر group دي عبارة عن electron donating group زي الـ amine group أو هي هكتكون عندها lone pair of electron هي بتيدي يدخل في conjugation مع الر ring وحلاق إن الالكترون density حتزيد على الأكسجن كربونايل ومعنى كده إن elbinding force حتبتدي تزيد والresponse is expected to increase لكن لو الر عندي دي electron withdrawing group زي الـ nitro group الـ activity حتقل ليه؟ هي electron withdrawing group يعني هي بتسحب أصلا electrons فمعنى كده إن الالكترون density هنا حتقل لإن الconjugation حتكون less favored فمعنى كده إن elbinding force مع receptor حتبتدي تقل والresponse حيقل تاني فاكتور بيأثر على pharmacodynamic phase هو interatomic distance البinding site بتاع receptor بيكون فيه binding regions بتكون separated by certain interatomic distance عشان الدراك بتاعي يعمل binding كويس مع الري receptor لازم تكون البinding groups أو فارمانك force separated by distance almost similar to the interatomic distance between the binding regions يعني اللانث بتاع linker between the binding groups لازم يكون almost similar ل interatomic distance between the binding regions ليه لأن لأن اللانث بتاع linker ده أقل عن optimum length أو لو زاد عن optimum length معنى كده أن البinding forces between drug and receptor هتبتدي تقل وال biological response is expected to decrease في الحالة دي أنا ممكن أعمل structure modification لو عندي اللانث بتاع linker أقل من optimum length هعمل chain extension عندي example بيوضح قوي أهمية الانتر atomic distance between the binding groups أو between the pharmacophores هو المorphine and its synthetic derivatives حلي أن كل الderivatives بيكون فيها ال binding groups اللي هي الارماتي ring and tertiary amine separated by the same inter atomic distance by three carbon atoms بقي الفاكتورز اللي بتأثر عالفارماكو dynamic phase هناخدها المحاضرة اللي جاية ان شاء الله محاضرة من شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة